طيب ده جانب متعلق بالمباراة هل توقيت اللقاء هيبقى مناسب للأهلي أنا عايز لكم بس قبل موضوع التوقيت المناسب للأهلي على فكرة المباراة دي قبل إعلان مواعيدها والتفاصيلها مبارح بشكل رسمي كان قبلها بـ 48 ساعة كانت ممكن تترحل لفترة تانية يعني كانت ممكن تترحل لفترة تانية وأنا كان عندي معلوات إنه ممكن السبع الإفريقي ده ما يتلعبش في 9 ممكن يتأجل ليناير وفبراير ولكن سرعان كده ما حصلت تحرقات كتيرة وتقدمت حاجات إيجابية كبيرة والاتحاد الافريق بصراحة كان الحريص إن المباراة تتلعب في المملكة العربية السعودية فعلى طول اتخذ القرار مبارح والاتفاقيات تخلصت عايز أقول لكم إيه في ساعات زمن إن المباراة خلاص هتتلعب في الرياض وبالفعل أنت عايز أقول لكم يعني الخبر كان ممكن يطلع إن المباراة من يومين مثلا مش هنلعب في 9 هتتأجل ليناير لكن بعد دخول تفاصيل كتيرة وموفقات تمت المباراة بعدما هتتلعب في يناير لأ خلاص أكي يا جماعة هنلعب في نهاية شهر 9 وده المعادل أقول لكم قبل كده إن بنسبة كبيرة الكاف عايز يلعب المباراة في شهر 9 فخلاص رسميا المباراة يوم 27 تسعة طيب تعالوا بقى للجزء الثاني هو الآله لما يخلص الدور 16-8 هيبقى الخريطة بتاعته إيه الفترة اللي بعدها إذا الدوري خلص 16-8 وأتمنى الأهل يحسن بدري الدوري عشان يريح بدري لأن لو فضلت المسابقة مستمرة ل 16-8 أو ممكن تتأجل بعد 16-8 تيجي إن بيرامدز يلعب دور تمهيدي في البطول الإفريقية إن بيرامدز مش مصنف بيرامدز حاليا طبقا للفرق المشاركة مش مصنف فهيلعب دور تمهيدي أول فبالتالي الدوري الأول الدوري بدل ما ينتهي 16-8 ممكن يتأجل لآخر تمهيدي ولو الأهل و بيرامدز بيكملوا المنافسة على الدوري الغاية آخر جولتين ممكن الأهل كمان مبارياته الأخيرة في الدوري تتأجل لآخر تماني هنشوف الربطة وهنشوف اتحاد القرار ياخد قرار إزاي في الموضوع ده بس أكيد هم مستنيين الأهل يلاعب بيرامدز الأول يوم 22-7 ويشوفوا شكل المنافسة هيبقى إزاي فيما بعد بس بعد كده الأهل هيعمل إيه؟ الأهل بعد ما يخلص الدوري وقته قليل جدل مش هيبقى فيه راحة أنت تتكلم لو خد راحة يعني إسبوع بالكتير لأن المنتخب الوطني عنده معصقر من 2 إلى 10-9 كاس الأمم الإفريقية في المغرب والتصفات هتبدأ في شهر 9 طب بعد 10-9 هيلعب مباراة يوم 14-9 دور التمهيدي الثاني اللي هو بيطلق عليه دور الـ 32 نتيجة تأهل 32 نادي هيلعبه في الفترة دا 14-9 لقاء الزهافين يأم مع جرماه يالكيني يأم مع مريخ جوبة السوداني وبالمناسبة الفرق تيم ما عندهمش ملعب لكن يا معتمد فيها ملعب ولا جرماه هيلعب على ملعبه ولا مريخ جوبة السودان هيلعب على ملعبه في جنوب السودان ف14-9 الأهل عنده مباراة في بطولة إفريقيا اللي هو حامل لقابها خارج مصر يلعب لقاء العودة إمتى؟ 21-9 يبقى بالتالي الأهل في شهر 9 عنده مباراة 14-9 مباراة 21-9 السوبر الإفريقي 27-9 فيه راحة فيه أجازة لو خدنا إسبوع يبقى كويس لو خدنا إسبوع بعد نهاية الدوري هيبقى كويس فبالتالي مشوار الأهل الفترة اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم هيخلص الدوري إسبوع بالكتير راحة يستعد لمشوار إفريقيا بعد أجندة المنتخف في أوائل 9 يلعب 14 مع الفاز من جرماهي الكيني أو بطر جنوب السودان زهابا 14-9 إيابا 21-9 يستعد للصفر إلى الرياضة عشان يلعب 27-9 طبعا هيرجع هيكون في انطلاق دوري فشكرا كده المواسم كلها تلحمت مع بعضها طيب ماتش الأهل والزمالك الأهل يلعب بأي قيمة وده حاجة مهمة جدا محتاجين نتكلم عليها من دلوقتي عشان لو هنعمل صفقات وانتقالات متميزة في الفترة اللي جاية لازم أي صفقة جديدة الأهل يستفيد بيها في لقاء الزمالك وبـ 27-9 تكون تسجلت على السيستم قبل 31-8 قبل 31-8 الناس بتقول لي مهل قد مفتوح في 9 مفتوح في 9 عشان تلعب دور المجموعات الجروب ستيجل هيبدأ في 10 ولكن قيمة 31-8 اللي هتتسجل دي هتلعب بيها 3 مباريات الدور التمهيدي قالها الثاني مع بطل كية أو بطل جنوب السودان ثم لقاء الزمالك يوم 27-9 فأي صفقة جديدة وأي عنصر مهم هيستضيفه وتلعب بيه لقاء الزمالك لازم يتسجل على السيستم قبل 31-8 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر